معنى نصحح الخطأ كلمات قرآنية تفهم خطأ قال الله تعالى فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم صرة هنا بمعنى إنها صاحت بصوت عالي وليس معنى صرة كيس المتاع أو النقود ومعنى صرة في اللغة العربية بفتح الصاد الصيحة والضجرة والجلبة أما صرة بضم الصاد فمعناها ما يجمع فيه الشيء ويشد ويكون غالبا من القماش ويقال الصرة هي الشدة أو القرب فيقال به صرة أي به شدة وقرب أو هم والآية الكريمة توضح أنه عندما بشرت الملائكة زوجة سيدنا إبراهيم بالولد وهي عجوز جاءت صائحة وسقت وجهها أي لطمته وقالت عجوز عقيم لم تلت قط وقد بلغت من العمر تسعة وتسعون سنة وهذا لتعجبها من بشارة الملائكة لها بالولد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة